كشف مدير مكتب الصادق المهدي عن لقاء تم بين المهدي وكل من رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ووزير مجلس الوزراء عمر مانيس بمنزل المهدي بالملازمين وقال مدير مكتب المهدي إبراهيم علي إبراهيم في تعميم صحفي النزيارة جاءت على خلفية محادثة تلفونية تمت بين رئيس الوزراء والإمام الصادق وقد سلمه الإمام على إثرها مشروع حزب الأمة بعنوان نحو عقد اجتماعي جديد وهو عبارة عن تحليل للأوضاع مصحوب برؤية إصلاحية لاستعادة عافية الفترة الانتقالية وأكد أن اللقاء تناول الأزمة الاقتصادية بالبلاد على ضوء الورقة المرجعية التي كتبها الإمام الصادق المهدي نحو نموذج اقتصادي جديد للتنمية إضافة إلى أهمية تقوية الشراكة المدنية العسكرية لإنجاح الفترة الانتقالية وضرورة تماسك الحاضنة السياسية قوى الحرية والتغيير وبحسب إبراهيم أن الصادق أوضح رؤى حزب الأمة الحاضنة بل لإصلاح الحاضنة وتطويرها من تحالف إلى جبهة ذات ميساق وهيكل منضبط وذلك كشرط لتحقيق فعاليتها في دعم أجهزة الدولة وملابسات تجميد الحزب العضوية لأسبوعين في طار الضغط لتحقيق الإصلاح المنشود كما تطرق اللقاء للجهود الكبيرة المبذولة لمكافحة جائحة كورونا واتفق الطرفان على مواصلة الحوار الذي لفته روح عالية من الشفافية والاحترام المتبادل شكل المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير لجنة مشتركة مع حزب الأمة القومي بزعمة الصادق المهدي للنظر في المطالب التي أعلن بسببها الحزب تجميد نشاطه في قوى التغيير لمدة أسبوعين ورهن عودته للتحالف بالاستجابة لمطالبه وكان حزب الأمة القومي دفع بمذكرة للمجلس المركزي قرر فيها تجميد نشاطه في هيكل قوى إعلان الحرية والتغيير لمدة أسبوعين وانتقد ما أسمعه بالطراب موقف القيادة السياسية لقوى إعلان الحرية والتغيير بصورة مخلة ودع حزب الأمة في المذكرة إلى عقد مؤتمر تأسيسي لقوى الثورة الموقعة على إعلان الحرية والتغيير داخل وخارج هيكل قوى التغيير الراهنة واعتماد عقد اجتباعي جديد لإصلاح هيكل الفترة الانتقالية لتحقيق بهامها الواردة في الوثيقة الدستورية وشرعت قوى الحرية والتغيير قبل شهر بالترتيب لمؤتمر تدولي لعادة هيكلة الأجهزة داخل قوى إعلان الحرية والتغيير وتوسيعها بغرض إشراك بعض قوى الثورة غير الممثلة في الهياكل ترجمة نانسي قنقر